وهكذا ضم المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى سجله الحافل بالمواقف المثيرة للجدل سابقة جديدة إذ لم يسبق لمرشح للرئاسة أن قرر مقاطعة مناظرة تلفزيونية مفصلية في توقيتها مثل ما فعل ترامب الذي رجح عدم مشاركته نظراءه السبعة الآخرين المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري في آخر مناظرة تلفزيونية قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوة مطلع شباط فبراير قرار قد تكمن أسبابه في الحرب الخفية الدائرة بين ترامب وشبكة فاكس نوز الرعية للمناظرة منذ السجال الذي دار بين ترامب والإعلامية في الشبكة ميغين كيلي خلال مناظرة سابقة الصيف الماضي ميغين كيلي لا يجب أن تدير المناظرة الموضوع لا يتعلق بشخصها وإنما لكونها لم تطرح خلال المناظرة الماضية أسئلة عليه وإنما أدلت بتصريحات وهذا غير مقبول التهم التي وجهت لترامب على خلفية قراره بمحاولة احتواء الإعلام أو السيطرة عليه هي أبعد من أن تجمل ما يواجهه متصدر السباق على الجانب الجمهوري للرئاسة قبل أيام على توجه الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين في أيوة إلى صناديق الاقتراع إذانا بانطلاق الانتخابات التمهيدية رسميا فاستطلاعات الرأي تضع ترامب في منافسة حامية ضد السيناتور الجمهوري تيد كروز في أيوة وهنا صب كروز جل اهتمامه أملا بقطف زخم فوز في مطلع الموسم الانتخابي انسحاب ترامب له علاقة بعجزه عن الدفاع عن مواقفه لذا فقد دعوته لمواجهتي في مناظرة ثنائية بيني وبينه فقط وعلى الجانب الديمقراطي من سباق الرئاسة تبقي استطلاعات آراء ناخبي أيوة المرشحة الأبرز هيلاري كلينتون هي الأخرى ضمن دائرة القلق فهنا يستقطب أبرز منافسي هذه التوجهات اليسارية بيرني ساندرز تأييدا في أوساط الديمقراطيين تجعله منافسا شارسا لكلينتون قبل أيام على إطلاق صافرة البداية في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية من أيوة ولذا فقد حظيت الولاية بحصة الأسد من الحملات الانتخابية لكل من كلينتون وساندرز لقد كنت رأس حربة في الحملة المناهضة لعمليات تحرير الاقتصاد لصالح وول ستريت أين كانت كلينتون تقف ونذاك في مركز القيادة يجد المرء نفسه وسط تجاذبات ومراكز قوة متضاربة ولذا لن يفلح سوى المحارب المتمرس والمجرب ويبدو أن صعود نجم ساندرز قد لفت الأنظار في واشنطن وتحديدا في البيت الأبيض حيث التقى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بساندرز خلف الأبواب المغلقة